يحكي احدهم يقول كنت ذاهب الى مكينة الصراف الالي الاتم عشان اسحب كان في مكينتين فاجت انا دخلت على القاعة وسألت ليش يعني هاي المكينة مشغالة الاولى حكوا كلهم ذولا الثلاثة قالوا ما فيهاش مصاري فاجت انا طبعا دخلت وصفيت زي اي واحد صفيت هنا في الطابور مع الجماعة اللي واقفين وبعد شوي اجا واحد ثاني كمان وسأل هاي المكينة الاتم الاولى شغالة قلنا له لا كلنا قلنا له لا صف معنا كمان الثاني بالطابور اجا كمان للأسف كمان واحد ثالث ونفس الشيء سأل ليش مالها لماكينة الاولى مشغالة قلنا له ما فيهاش مصاري طبعا كلنا حكيانا ما فيهاش مصاري صف صف على الدور اجا صف معنا على الدور وصار الدور طويل جدا فاخينا اول واحد كأنه بارش يستعمل الماكينة فطول كل ساء تطلع البطاقة وتفوت البطاقة تطلع البطاقة تفوت البطاقة اجا بالاخير واحد وبدون ما غير ما يسألنا اجا دخل ماشى واجا صف على الماكينة رقم واحد واحنا يعني نستنى بالنتيجة نشوف شو بده يصير معه كبس على الماكينة اشتغلت اخذ فلوسه ومشى كلنا صر نطلع على بعض كلنا صر نطلع على بعض ان هالماكينة شغالة ويعني اثاري الشخص اللي واقف اول واحد في الطابور ومعطننا ما بيعرف يصحب على الماكينة الاولى وفكر انه في هاش مصاري رأى على الثانية وصار ورا دور طويل وهاي نتيجة انه سألنا الناس وصدقنا كلامهم والناس الاسف بتمشي ورا بعض من غير ما تتأكد وطلع اللي احنا ماشيين وراه مش فاهم النوع هذا من التكنولوجيا لا اكثر ولا اقل اللي هو هات اول واحد خلاص الكلام ما تصدق غير اللي بتشوفه بعيونك ولاش تمشي وراه كلام حدا طريقة مطلقة ما تخلي حدا مش فاهم يقودك خلي تصرفاتك نابعة من قناعاتك مش من رأي الناس عشان ما تتعطل في حياتك ولا تدخل في الحياة وقيس على كلامي كل شغلة في حياتك سواء علاقات اجتماعية او عاطفية او اسرية او علمية او عملية عشان ما تتعطل مع تحيات فادي حداد حكايات من الواقع والسلام عليكم ورحمة الله